هنستكمل الجزء اللي فاضل فيه البلوك دياجرام بتاع الكمبيتر ايدت دياجنوسيس ومحاضرة دي نتكلم على البلوك بتاع الاستثيسيس كالكلاسيفاير وزاي ما احنا شايفين برضو هو common between الكمبيتر ايدت دياجنوسي وكمبيتر ايدت دياجنوسيس في الكلاسيفيكيشن عمتا بيكون لدينا مجموعة من الاسمشنس وطبعا حسب اذا كان الاسمشنس اتحقق او لا الجودة بتاع الكلاسيفيكيشن بتاعنا بتاعنا ممكن ان يتتغير فاول حاجة بنلاقي اسمشنس احنا عندنا visible difference between the normal and abnormal images يعني لو انا جبت صورتين وصورتين يعني مش قادر افرق بينهم بعناي يبقى ازاي يخلي الكمبيوتر يشوف حاجة انا مش شايفها يعني لو انا فرضت الصورتين نفس gray scale بالزبط وما فيش اي اختلاف التكتشر بالزبط يبقى معنا كده الكمبيوتر لما هيبص انا باسيكي انا ببروغرام الكمبيوتر كمبيوتر مش هشوف حاجة انا مش قادر اشوفها لازم اكون انا شايف الحاجة الاول وبروغرام الكمبيوتر ان هو يشوفها زي ما انا بشوفها ففعليا لازم يبقى فيه visible difference لازم يبقى فيه فعليا فرق بشكل ما بين النورمال تاكتشر والابنورمال تاكتشر طبعا الفرق ده بيبقى عادة موجود وعادة بيبقى يعني يعني نقدر نعتبر ان الاسمشن ده متحقه فالفكرة تاني ان احنا إذا لا تستطيع ان ترى كمبيوتر ادى دياغنوستيك سيستم كمبيوتر ادى دياغنوستيك سيستم يعني انها اختلافات تتكرر بشكل منتظم يعني لو فرضا انا لقيت مثلا التاكتشر بتاع المرض بتاع الماس فلانية لقيتها انها مرة تبقى اعلى من التاكتشر بتاع النورمال تيشوز ومرة تبقى اعلى منها ومعنديش اي قاعدة تقول لي هي كده امتا وهي كده امتا يبقى معنى كده انا صعب جدا ان انا اعمل سيستم ان هو يتعرف على الفرق ده جاي منين ولازم يبقى الفرق دوت يبقى منتظم ما يبقاش فيه تغيير بين حالة والتانية وفي نفس الوقت طبعا بنتكلم على ان احنا عندنا لازم يكون في عندنا ترينيج سات يعني لازم ان احنا يبقى نمرن على الحالات اللي هي فيها النورمال كيسي والابنورمال كيسي اللي انا عايز يشوفها ويبقى فيها الفرقات دي زي ما بقول اول حاجة تاني حاجة انها كونسيستنت الاسمشن التاني ان الفيتشور سيلكتد ديسكرايب ساتش ديفرنسز افكتيفلي يعني ايه برضو يعني انا نبقى استيوم برضو ان في فرق موجود وان انا اقدر رئيسه بشكل ماب من خلال الفيتشور زي انا استهى لو انا استي فيتشورز مش بتديسكرايب الديفرنس اللي انا بتكلم عليه هنا يبقى معنى كده انا عندي ارليفانت فيتشورز اوكي لما تكون عندي ارليفانت فيتشورز الارليفانت فيتشورز دي will only confuse and misguide the computer edit diagnostic system لان انا لو دلوقتي زي ما كنت بقول حطيت حاجات مرهاش ريليفانس خالص يبقى معنى كده ايه في الاخر هتاندوب ان هي هتخليلي السيستم بتاعي ده يقعد يلف ويدور في حاجات مهياش لها علاقة بالاكشوال دياغنوسيس وفي الاخر الديسيجن بتاعه هيبقى عمره ما يوصل للأوبتيمال اللي مفهود يكون عليه الاسمشن الثالث يقوم باكم Sur monitors from distinct clusters that are somewhat apartく according to distanceicher بسبع processo كل واحدة في حاجات البنورميل والابنورمل على كل واحدة فى dijo normal والا بالأبنورميل او حاجات مختلفة يقون مختلف عن بعض يعلم مختلف عن بعض بمسافة معينة according to a distance der Beach Peodka والله اذا انا هاخد المسافه بين center بطاعة cluster الاولاني والcenter بتاع cluster التاني ده distance measure ممكن ااخد اي حاجه بتعنيلي ان هي ايس المسافه بين cluster ده و cluster ده الاساس ان انا اعرف ان انا اشوف الاثنين مختلفين عن بعض لما انا كنت بعمل feature selection كنت بكلم عل ان انا ممكن يكون عندي المين نفسه بتاع نفس feature feature بتاعه النورمال و feature بتاعه النورمال ممكن المين بتاعهم يبقى صغير او كبير ممكن ال feature ده يعني according to the variance بتاع ال distribution ممكن تبقى مفيدة او مش مفيدة نفس الكلام نتكلم عليه هنا بالظبط فلو احنا بنتكلم عل ان احنا عندنا النورمال و abnormal clusters دول يعني separated بشكل يسمحلي ان انا احط بينهم boundary والboundary تجيبلي diagnostic quality او diagnostic performance كويس يبقى انا كده اقدر فعلا اشتغل ما يبقاش عندي مشكلة فباسيكلي بتكلم على ان الassumption العام في الجزء دوت ان الكيسيز from the same pathology are represented by points in feature space that are that are that have smaller space او smaller distance separation than cases from other pathologists يعني لما بتكلم مثلا على normal cases المسافات بين normal cases اصغر من المسافات بين اي واحدة من normal واي واحدة من abnormal يعني لو انا بتكلم على ان انا cluster معناها ان في مجموعة cases قريبة من بعض انا بقول دلوقتي مجموعة الكيسيز القريبة من بعض بتمثل cluster معين وانه cluster ده النقط المسافات اللي هي بين النقط وبعض بتبقى اصغر بكتير او اصغر significantly من المسافات اللي بين النقط دي ونقط في cluster تاني فمعناها ان انا بتكلم على ان في عندي حاجة اسمها انترا cluster distance والانترا cluster distance بتبقى significantly smaller than enter cluster distance المسافة اللي وذن الكلاستر بتبقى اصغر بطريقة يعني محسوسة من المسافات اللي بين الكلاستر والتاني طبعا ثلاث assumptions دول مش شرط ان هما يكونوا متحققين بطريقة ideal طبعا بنتكلم على ان هما لو متحققين ساموات يعني متحققين مسلا من نسبة 70-80% نقدر ان احنا نوصل لنتيجة ما هيش وحشة مش هنقدر نتوقع ان احنا يبقى كل الحاجات دي متحقق بطريقة perfect وفبنكلم عن ان احنا بنحقق منهم as much as we can ولو احنا يعني ما قدناش حققهم 100% بنبقى عارفين ان ده الassumption بتاعنا ومش دايما الassumption بتبقى perfectly met الموضل بتاعنا بتاع الكلاستر ممكن ان يبقى يعني واحد من 2 موضلز يعني ما حاجة بنسميها parametric classification او حاجة اسمعها non-parametric classification الparametric classification بيأسيوم a certain distribution for data clusters يعني بتوقع ان انا كل normal cases بتوقع within normal distribution او حسنا كل واحدة من clusters اخرى برضو نفس الكلام gaussian or normal distribution او حسنا بقى عارف بعمل assumption معنى صح مش بقى عارف بعمل assumption للdistribution ده لكل واحدة من clusters وبقى estimate الموضل برامتر اسفلحت الكلاستر دوت يعني بقى assume مثلا ده gaussian يبقى معنى كده محتاج اجيب المين ومحتاج اجيب الايه الvariance او الايه او ال covariance matrix او يعني يعني matrix اللي بتعرف بتعرف الvariance بتاع كل واحدة من ال different features و relationship between or correlation between كل واحدة او التانى فالحاجات دي كلها لو احنا عندنا مجموعة من cases حسبناها features فمنطق البساطة احنا نحسب المين وال covariance matrix ونقدر نجيب بي gaussian distribution كامل in terms of parameters باعته طبعا ده assumed ده احنا assuming انه في gaussian distribution على اساس كده حسبنا الparameters بس فبنستعمل بقى ال priori information اللي احنا عملناها هدي الهي assumption دوت to design the classification method and estimate its parameters طبعا الميزة بتاعت الparametric classification ان هي بتطلع ممتازة جدا لو الموضل اللي احنا assuming هيبقى correct يعني لو انا بتكلم انه gaussian distribution هو طلع فعلا في الحقيقة gaussian distribution يبقى معنى كده ان انا دلوقتي استغلت the priori information اللي عندي ان انا عارف this distribution ده وحسبت الparameters بتاعته بقى عندي complete information عن cluster اللي انا بحاول ان انا اعمله classification فعملت design بناء على معلومات دقيقة او assumption فيها صحيح فمعنى كده هتطلع النتاج فعلا كويسة جدا المشكلة بقى ان هو لو assumption ده ما هواش صحيح لو assumption بتاع gaussianity مثلا ان هي الدنيا gaussian او normal ما هواش صحيح فالحقيقة غالبا بيطلع لها bad results او عمتا مشكلة ان هي يعني يعني ممكن يطلع لها نتاج ما بقاش عارفين هي وحشة ليه اوكي والمشكلة في حاجة زي كده actually ان احنا ما بقاش عارفين ahead of time يعني احنا بقى عاملين assumption ده في training data وحسبنا الى parameters وبعد كده بنيجي apply على test data صعب جدا قبل ما نapply على test data ان احنا نعرف اذا كان الموضل ده صحيح ولا لا فالحقيقة ده واحد من الحاجات اللي هي يعني تعتبر يعني dis advantage او ممكن اقول عليها ان هي weak point في parameter classification ان احنا ننسيوم حاجة وممكن يكون مبني على اساس او ممكن يكون يعني في اوقات صحيح واوقات ما يبقاش صحيح فالنوع التاني بقى اللي هو non-parametric classification لا احنا ما نعملش كده بقى احنا basically في non-parametric classification يعني it does not assume or impose any model on the data فعشان كده من سميها model free or data dependent يعني ايه يعني احنا دلوقتي بنلاقي clusters بقيتها من define clusters بقيتنا in terms of actual points احنا اسناها في training data we do not fit الpoints دي لmodel ما نحاولش نعمل كده فعشان كده بنسميها model free فحنا basically definition بتاع cluster هو بيبقى definition بتاع النقط اللي بتكون المختلفة شوية بس طبعا فيها ميزة ان احنا مفيش عندنا restriction بتاع assumption ممكن يطلع صحة او يطلع غلط ممكن نبص برضو من ناحية learning بقى نحنا نقدر نشوف ان في عندنا supervised classifiers و unsupervised classifiers 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 are trained with data samples of known labels يعني الحالات اللي دخلنا عشان نعمل بها training عشان نعلم بها classifier بتاعنا بتبقى معروف الباثولوجي بتاعها ايه بالظبط true pathology number of clusters known apriori cannot be changed يعني انا الوقت ان انا دخلت training samples من مثلا ثلاثة pathologies يبقى معنا كده انا عارف انا عندي ثلاثة clusters او ثلاثة classes يتعامل معهم ما نقدرش نغير الثلاثة classes ان احنا عملنا training لclassifier الحقيقة classifier اللي هو من النوع ده اللي هو supervised classifier على the trainer to provide the correct information يعني لو the trainer بتاعي لو الشخص اللي هو بيعلم the classifier ده دخل cases فيها mistakes في the labels او دخل عدد clusters غلط او دخل عدد classes غلط يبقى معنا كده classifier ده هيبقى يعني مش قادر ان هو يطلع correct diagnosis فدي حاجة طبعا ممكن تكون disadvantage من نسبة لل supervised classifier unsupervised classifier الحقيقة نحضر نعملها training with data samples with unknown labels يعني data samples بتاعتنا ندخل feature vectors بتاعتها من غير ما نكون عارفين ان الكيس دي هي normal ولا abnormal يعني مش محتاجين ال labels بتاعت الكيس هي بقى بتعمل ايه discover underlying clusters according to particular criteria يعني هي بتبتدي بقى تشوف data samples او feature vectors بتاعت الكيس الموجودة دي مين اللي قريب من مين وتبتدي هي discover presence of clusters عشان تقدر تفرق بين انواع مختلفة من الحالات اللي موجودة فطبعا دي لطيفة جدا في ايه ان هي نقدر بها identify new clusters representing subclasses within large normal or pathological case classes يعني ممكن انا فيها يبقى عندي مثلا انا عندي مثلا normal and micro classification ممكن النورمل ده الاقي ان فيه نوعين من النورمل يعني فيه يعني شكلين مختلفين للنورمل ممكن في unsupervised classifiers يطلع لنا two clusters جوه نورمل واحنا عارفين ان هما الاثنين فعلا ما فهمش مشكلة بس فيه اختلافات بين الاثنين في texture وممكن يطلع لنا نوعين مثلا من micro classification او يطلع لنا two subclasses من الباثولوجي اللي انا بتكلم عليه وبتكلم على ماسز مثلا ممكن يطلع لنا ان الماسز دي ممكن نقسمها الكذا subclasses موجودين وdiscovered unsupervised classifiers طبعا هي بتاخد وقت اكتر شوية لان احنا يعني ممكن ان احنا ندخل الديتا بتاعتنا هو بياخد وقت عبما يقدر يطلع الـ relationship between clusters وبعضيها ويقدر يدفين بشكل مظبوط وطبعا في بعض الاحيان بيبقى كبير شوية زيادة فطبعا يعني برضو فيها بعض المزايا وبعض الايوب بس طبعا تعتبر نوع من انواع الاساسية جدا وممكن تبقى فعلا لها value كبيرة جدا في بعض الـ applications هبتالي بقى نتكلم على مجموعة من classifiers كsamples احنا نتكلم بس على concept وبعد كده ممكن الimplementation هنلاقي ان هو سهل جدا لو احنا عارينا فيه شوية او استعملنا الماتlab الموجودة مش هيبقى عندنا صعوبة اللي هو الفكرة بتاعته ان احنا بنعرف basically cluster لكل نوع من انواع الباثولجز اللي عندنا اوكي فباسيكلي بنكمبيوت distance between unknown class لو انا عندي case موجودة يعني فيه عندي حالة موجودة دلوقتي عندي لها feature vector واشوف center بتاع كل واحد من clusters الموجودة دي فين اقيس المسافة بتاعتي بتاعت new case انا اقرب من هنا والاقرب من هنا والاقرب من هنا وأصين new case دي ان هي تكون في الكلستر اللي هو مسافتها لي اقرب يعني هنا في الحلقة دي مثلا مسافة دي اقصر مسافة يبقى معنا كده هقول ان new case اللي عندي دي بيتبلونج to pathology number one فطبعا يعني بتختلف في الطريقة دي في كذا الحاجة الحقيقة ممكن يبقى لها كذا implementation من حيث ان انا how to compute cluster centers يعني cluster centers ناخده average بتاعهم ولا ناخد weighted average ولا نعمل ايه بالظبط يعني ممكن نخلي الفيتشر vector بتاعي يبقى weighted لفيتشورز ما هي تبقى لها weight اكتر من features ثانية ولا تبقى كلها equal ولا ايه بالظبط فعمتا طريقة حساب cluster centers دي فيها كلام طريقة الحساب distance نفسها فيه كلام طبعا ممكن انا لما اقول distance الناس تتخيل ان احنا نتكلم على the equivalent distance اللي احنا عارفينها اللي احنا ممكن يبقى فيه عندنا كذا نوع من عنواع distance ممكن يبقى فيه عندنا one norm ممكن يبقى فيه عندنا infinity norm ممكن يبقى فيه عندنا zero norm ممكن يبقى فيه عندنا كذا نوع من عنواع norms ممكن نستعملها ك distance computation ممكن نتكلم على التكنيك ده الحقيقي انه هو simple but not good in many cases المشكلة عندي ان انا clusters دي ممكن تبقى متدخلة بشكل يخلي distance للسنتر بتاع cluster مهياش لها فايدة قوي يعني ممكن في الحالات اللي على بين الابينين بين الاثنين دول وبعض ممكن يبقى فيه صعوبة جديدة الحقيقة ان احنا نعرف في الكيس بتاعتنا بيت belong المين unless ان احنا نبقى عارفين مش بس center لا عايزين نعرف dispersion بتاع pathology دوت حوالين center فاحنا بنبسط قوي ال problem بتاعيتنا لو احنا انتظرنا ان نقطة واحدة هي بيتمثل الكلاستر كله فطبعا دي يعني انتظر ويك لحد ما بس لو واحد بيعمل حاجة عايز يجرب مجرد بس يشوف الدنيا عاملة ازاي ده ابسط واحد ممكن يبقى دي بيه عشان يشتغل يطلع بعض النتائج النوع التاني اللي هو ده بقى نوع من انواع الطرق اللي هي non parametric اللي هو key voting nearest neighbor الفكرة تأتي في منتقى البساطة الحقيقة مبني على ان ال unknown case is likely to belong to the class of its neighbors in space يعني احنا دلوقتي مش بنكلم بقى ان احنا بشوف cluster ولا مش cluster لا احنا بكلم عن cluster دلوقتي لو عندنا case غالبا اللي حواليها يبقوا زيها ببوساطة يعني فبتكلم عن ان انا مثلا وان عندي case هنا مش عارفها باوصلا شوف يعني عندي neighborhood measure معين اقولنا انا اخد distance معينة او اخد مثلا ال three nearest neighbor واشوف انا three nearest neighbors دول انهي فيهم او غالبيتهم بلونج الانهي نوع واقول ان الحالة دي تابع النوع اللي هما غالبيتهم يعني موجودة فيه فالعيديا زي ما بقول to find the key neighbors of the unknown case and make a majority vote among them and assign the case to the pathology of the majority يعني باكلم ان انا دلوقتي اشوف the key neighbors يعني لو خدت ثلاثة يبقى هما دول لو خدت خمسة يبقى هما دول لو خدت سبعة يبقى لازم بقى اكبر دي كمان شوية وحسب الكي بتاعتي ببوس اشوف بقى الحالات اللي ودين الكي دول ودين الكي cases دول بيبلونج المين واعمل حاجة اسمها majority vote يعني اشوف الاغلبية مع مين اوكي يعني اشوف هنا مثلا ثلاثة منهم اثنين للكلاس الأحمر يبقى معنى كده الكيس دي بيبلونج للكلاس الأحمر لو انا خدت الخمسة neighbors هلاقي ان فيه ثلاثة في الخمسة بيبلونج للكلاس الأزرق يبقى معنى كده بيبلونج للكلاس الأزرق دي بس illustration طبعا عادة يعني مش لما غير مثلا من ثلاثة لخمسة دين هتتغير قوي كده بس عمتا دي عشان تلوسترات الفكرة طبعا الفكرة ارساها very logical ان فعلا منطقي جدا ان انا لو اتكلم على حالة معينة بيتبلونج لالباثولوجي معينة يبقى زي ما كنت تبقى ان ال intra cluster space او intra cluster distances اكبر من inter cluster distance يبقى معنى كده الحالة بتاعتي دي لو هي في cluster معينة يبقى مسافتها عن النقط اللي في نفس cluster هتبقى اقصر من مسافتها النقط في cluster تاني فهي دي الفكرة اساسية اللي مبني عليها key nearest neighbor classifier طبعا احنا بنسيلكت ال key in such way to avoid ties يعني معنى كده ناخده غالبا odd number عشان لو احنا بنكلم على binary classification لو عندي يعني اما abnormal يبقى اخد ثلاثة او واحد او ثلاثة او سبعة او هكذا لان انا لو خدت اتنين يبقى ممكن واحدة وواحدة يبقى معنى كده هيبقى عندي tie tie معنى ان ال اتنين متعادلين فمش عايزين حاجة كده عايزين يبقى في عندنا يعني واحدة من cluster تبقى ايه؟ تبقى هي dominant اوكي؟ فلما بكلم عن nearest neighbor اللي هي special case of key nearest neighbor هي السبب واحد انا بشوف اقرب واحدة فين زي ما احنا شايفين هنا كده اخد اقرب واحدة وقول ان دي ت belong to the cluster والحقيقة يعني من خبرة هنلاقي ان ال nearest neighbor فعلا يعني very effective بشكل كبير جدا وطبعا هنشايفين هنا من الفكرة نفسها بتاعت ال k-votic nearest neighbor احنا هنا عملنا assumption ان cluster ده بي belong to gaussian distribution ولا حسبنا parameter mean ولا standard deviation ولا covariance matrix ولا حاجات زي كده ما عملاش اي assumption خالص كل عملنا ان احنا عندنا data samples نفسها ومناها حسبنا decision بتاعنا عملنا decision بتاعنا بناء على الارقام اللي احنا حسبناها من samples فطبعا دي فيها ميزة كبيرة ان هي non parametric ان هي ما هيش biased toward a model معين فبنلاقي ان فعلا في حالات او في problems فعلا بتبقى فيها nearest neighbor من احسن classifiers ممكن استعملها وفي كل الاحوال هو k-voting nearest neighbor يعتبر من الحاجات اللطيفة جدا نحنا نجربها ونحنا نشتغل بيها لان هي بسيطة جدا في implementation بتاعها و very efficient و very effective في performance في mathlab function اسمها k-n-classify بتعمل لنا الكلام ده كل ما علينا نعمله ان احنا بندخل بس النقط بتاعتنا وندخل الرقم اللي هو k بتاعتنا بتساوي كم لو عايزين k بتساوي واحد هو nearest neighbor نحطها واحد او ثلاثة او خمسة او سبعة حسب عدد classes بتاعتنا طبعا هي بردو بسيطة جدا بردو هنا طبعا لو حد يحب يعملها implementation بسي language او حاجة زي كده بردو الimplementation بتاع الحقيقة في منطقة البساطة كل ما نعمل بلدخل نحسب distance بين الحاجات وبعض وكلها الحقيقة بسيطة جدا بحسب distance تاعت النقطة اللي هي النوم بتاعتي دي مع كل النقطة بتاعت training samples بتاعتي واعمل لها بعد كده sorting وبعد كده اشوف انا اقرب مجموعة نقطة واخدهم حسب الكيب بتاعتي بتساوي كام طبعا هي طريقة المنطقة بتاعتي دي معقول البسيطة والperformance الحقيقة يعني من الحاجات اللي بلقاها فعلا surprising انها بالبساطة دي وبالإفشيانسي دي ناخد مثال بقى الparametric models اللي هي Naive Bayesian Classifier او بيسموها Naive على اساس ان فيه حاجات اكتر بكتير او تلعب بعد كده طبعا احنا في الكورس دوت ما احنش بنتكلم على classifiers انه ممكن يبقى كورس بحاله يعني ممكن يبقى فيه عندنا يعني Patrick Cognition عموما ممكن يبقى يعني كورس وممكن ياخد اكتر من كورس كمان مش كورس واحد فبنتكلم على Naive Bayesian ده هو الفكرة الساب بتاعته يعني هنتكلم عليها وبعد كده اصيب بقى الموضوع اللي يحب يتوحر فيه بعد كده ممكن يلاقي فيه كتيره وفي كورس كتيره هيتكلم عليه فالفكرة تاني ان احنا بنأساين in unknown case to the class of the largest posterior probability Posterior probability معناها ايه؟ معناها ايه؟ Probability of Y given X اوكي يعني ايه؟ Probability of Y given X يعني الوقت لو انا عامل classification للكيس بتاعتي اللي هي Y Y هي unknown case بتاعتي X دي هي لو انا عامل assumption ان الباثولوجي بتاعي هو normal مثلا اوكي فبشوف probability of the case بتاعتي Given انه هي normal تبقى كام وبشوف ، أعضل الصور على سم時 تنتهج هو اعطي الأطحل بكما، في هذاابنورمال ، أرى اني واحد اهدتم، وصبح نوع عدة أكبر، وهي ذلك ندائتي الفكرة فيها انان انا لو عندي كل هذه الأطحل التانية التانية بالشكل تانية النارول و اليه الابنورمال لو انا وقف نقطة معينة scor إذا كنت مناقش漂亮 اكتر من الابنورمال فلو انا واقف هنا في المكان ده يبقى معنا كده هكلاسيفاي كيس بتاعتي انها نورمال لان البروبابيتي دي دي البوستيري بروبيتي بتاعتي لما تبقى عالية هنا كده يبقى معنا كده لايكلي هود انه يكون نورمال اكتر بكتير من لايكلي هود انه يكون ابنورمال لو انا واقف النقطة التانية اللي هي هنا دي كده يبقى معنا كده لاقي ان البروبابيتي بتاعتي الابنورمال اعلى من البروبابيتي فمعنى كده ان انا هنا بتكلم على ان انا يعني بكلاسفائي الكيس دي نهاب نورمال لان البوستيري البروبياتي بالنورمال اعلى بكتير من النورمال فمعنى كده ان انا ممكن اخد خط هنا في النص مثلا في الجزء بتاع الانترسكشن لبينهم ده كده او عامتا ممكن اكشوري في البيزيان كلاسفائر ممكن اختار اللاين احنا بنعمل بيه سيباريشن بين الاتين دول وبعط وعامتا لو هما الاتنين اللاكلي هو بتاعتهم زي بعط اللا هو البي اوف واي اوف اكس الاتنين زي بعط لو هما الاتنين ففتي ففتي لو هما الاتنين الديزيز بريفلنس لهم بيبقى زي بعض مفيش اختلاف يبقى معنى كده بتكلم على ان انا ممكن اخد الكلام ده في النسخات ده في النص كده فاي حاجة هنا الجزء اللي فيه الاخدر اعلى باخده ان هو نورمال واجزء اللي فيه الازرق اعلى باخده ان هو اب نورمال اوكي فهيها بمنطقة البساطة انا بشوف ال posterior probability وبحكم منها على الايه على الكيس بتاعتي عامل ازاي دي بننفذها ازاي بقى practical ايه بقى بعندي الكلستر بتاع النورمال او الديستربيوشن بتاع النورمال دوت بنقدر نجيبه اكشوري من الكيس اللي عندنا يعني عندي مجموعة cases ومجموعة الكيس دي ممكن نحسب لها distribution بتاع شكله عامل ازاي اوكي وبحسب distribution بتاع ال abnormal case الشكله عامل ازاي وبعد كده بشوف ال two distributions بيبقوا عندي لما بيبقى في نقطة محددة من النقطة الموجودة هنا من ال parameter بتاعتي او feature factor بتاعي بيقول انها موجود هنا يبقى معنا كده بختار ان انا او بيطلع لي ان انا normal ببروبيتي اعلى لو انا طلعت ان انا هنا يبقى معنا كده بختار ال abnormal ان البروبيتي اعلى فطبعا هو الفكرة بتاعته بسيطة جدا وبرو هنلاقي عندنا بردو في MATLAB فيه function جاهزة بتنفز هنا بس الفكرة اساسية بتاعتنا تبقى عندنا الفكرة بتاعت ال classification نفسها في ال Bayesian classifier تبقى عندنا علشان يعني يبقى فاهمين هو بيشتغل ازاي طبعا ال main drawback بتاع بتاع ال Bayesian classifier ان ال assumption بتاعه ان الدنيا جوسيا بالشكل ال ideal دوت يعني ممكن يبقى في حوال كتير ما يبقاش مزبوط ممكن يبقى عدد الكيس بتاعتنا في dimensionality عالية لل space بتاعنا ممكن ما تسمحلناش ان احنا نعمل definition لل gaussian distribution ده بشكل يكون واضح يكون يعني فعلا يسمحلن ان احنا نجيب ال parameter بشكل مزبوط فمعنى كده ممكن يبقى برضو في عندنا مجال الخطأ في اننا هنحسب posterior probability نتيجة l to samples اوكي ففي عندنا حاجات الحقيقة يعني جاية كلها inherent من من ال parameter classification اللي هو لنا فيه assumption لموديل معين وبنحسب بقى ال parameters بقى الموديل ده فطبعا دي ممكن تبقى يعني حاجة limiting لل Bayesian classifier في ال performance بتاعه في نوع تاني من نوع classifier نسميه discriminant analysis الايديا فيه is to find the best separation between clusters يعني نحاول نلاقي طريقة معينة احنا نسيباريت the clusters عن طريق نوع من عنواز surfaces احنا نحددوه طبعا surface ده ممكن يكون ببساطة نوع straight line او يكون plane اوكي زي ما هو نتكلم عليه مثلا في Naive Bayesian Classifier فنقدر نتكلم على discriminant analysis the actual generalization ل Naive Bayesian Classifier لان ال linear version بتاعه linear discriminant analysis هي فعليا بتنفذ لنا Naive Bayesian Classifier بس احنا في discriminant analysis احنا ممكن نروح ل quadratic surfaces وممكن نروح ل surfaces شكلها اقعد بكتير من linear surfaces اللي تستعمل في Naive Bayesian وفي linear discriminant analysis فممكن يبقى عندنا surface بتاعنا لو احنا خدنا مثلا يعني مثلا projection بتاعته او خدنا مثلا سلايس مثلا في plane معينة طبعا او عملنا dimensionality عشان نشوف شكله عامل ازاي ممكن يطلع شكله حاجة معقدة بالشكل ده كده ممكن يطلع شكله بربولويد surface طبعا بيكلم على hyperbalaboloid لان احنا بيكلم على حاجة في multi dimensional space يعني طبعا عندنا feature vector وعندنا 100 feature مثلا داخلين للclassifier يبقى معنى كده dimensionality بتاع التclassifier بتاعتي ده بتبقى 100 dimensions ويبقى معنى كده انا بتكلم على ان انا surface بتاعي صعب ان انا شوفه على الحقيقة في 100 dimensional space فبعمله projection اما بعمله باخد cut مثلا في 100 dimensional space ده واتفرج عليها شوف شكل الدنيا اعمل ازاي فطبعا كل ان انا اقدر اخلي surface بتاعي ده شكله generalized يعني ممكن يبقى حاجة يعني quadratic او اكتر من كده كمان بيسمحني انا اعمل surfaces ممكن انها تاخد شكلي يتناسب مع ال data بتاعتي بحيث ان انا احسن ال performance على الدماغة طبعا انا بقى optimize بقى parameters بتاعت quadratic surface دوت او quadratic curve دوت اللي موجود هنا طبعا بتكلم عليه بقى في بحيث ان في الاخر classification accuracy تبقى اعلى ما يمكن فطبعا دي ميزة لفيتشر في الفيتشر training data عن ال Bayesian وعن عن الطرق اللي بتسعمل linear linear classification surface في عندنا الحقيقة في مثلها function اسمها classify بنلاقي ان هي بتسمح ان احنا نقدر نعمل فيها discriminant analysis بكل versions وممكن تسمح بكذا حاجة كمان يعني انواع classification الحقيقة احنا اكلمنا بشكل عام عن classification يعني ما كلماش في التفاصيل خالص بنسبة لأي واحدة من classification ازاي ما بقول الكورس بتاعنا دوت ما هواش هدف ان احنا نتكلم على classification احنا بناخد classification بارزي كتول فبالتكلم عنها بس كفكرة عشان يبقى احنا بتخيل بالزبط هو classification بيعمل ايه؟ بس انا سايب موضوع ال implementation للطالب ان هو يقدر ان هو ينفس بقى بشكل يعني يتناسب مع اهتمامه بيه وطبعا في عندنا الحقيقة functions كتيرة موجودة وفي عندنا انواع كتيرة تانية ومهمة برضو في classification مثل support vector machine classifier ده واحد من انواع مهمة جدا ولكن احنا كتيرة جدا في الكمبيوتر ايه diagnosis بالزاد ال new network classifier برضو في غاية الاهمية ال fuzzy logic classifier برضو مهم key means clustering ده نوع من انواع non-parametric classifier بيقسم لنا data بتاعتنا لو احنا تخيلنا data بتاعتنا بجاية شكل عامل كده مجموعة subjects وكل subject منهم انا حاسب له مجموعة features لو عملنا key means clustering هو بيقسم لنا ال subject بطريقة non-parametric او بطريقة unsupervised ما اياش non-parametric unsupervised لمجموعة كل مجموعة subject بيبالونج لcluster معين او pathology فدي طبعا فيها ميزة ان احنا بنقدر نطلع زي ما كنت بقول subset من ال main pathologies او ممكن احنا يبقى عندنا كل واحد من انواع pathologies المختلفة او normal يعني texture برضو تبقى describe more than one cluster بحيس يبقى مثلا فيه اختلافات مثلا لو فيه dense breast و يعني و breast ممكن لاتنين يطلعوا في two different clusters بس هما الاتنين normal فطبعا دي ممكن تبقى فيها ميزة كبيرة ان احنا discover clusters بالشكل ده الحقيقة من الحاجات المهمة قوي اللي احنا كنا عملنا فيها شغل الحقيقة من حوالي سنتين كنا عملنا paper على استعمال by clustering في computer aid diagnosis بي clustering هوا generalized version من clustering ميزة لطيفة جدا احنا دلوقتي لما بيكلم على clustering بذلك كلمة و او انطلع كل المجموع كل كلستر بيقى فيها مجموعة سبجيكس طب دلوقتي لو فرضا في عندنا مجموعة من الـ Features هنا كويسة وفي مجموعة مش كويسة يعني فرضاً الـ Cluster بتابعتنا يعني فيه مجموعة features بتتسبب الـ Pathology المعين ده كويس ومجموعة features ثانية تتسبب الـ Pathology ثانية كويس دي نعمل فيها إيه هنلاقي ان احنا عندنا Clusters في القيمينس بتاخد كل الـ Features ما تقدرش ان هي تسيب Feature وتاخد Feature käyt žه!! بيطلع لنا مجموعات كلسترز كده باتاخد مجموّة Pel Bürشان الآخر مع مجموّة Features معاهlex هنا سار vos نتكلم على Dual Clusters و تخدمها 최ناس بمجموّة Celebrities مُعدّم مَجموّة Features مُعدّا ومجموّة Features مُعدّا جدّةEO كده بقدر تحرّف ايه بقا؟ بقدر اعرف Pathologies مجموّة Features بتبقى مميّزة باللخ引جيّة في أننا سنتعّف بيها على Pathologies فطبعا لها فائدة كبيرة جدّه انا بنصح الناس ان هي لو اعيزة تقرأ البحث دوت او ممكن هي تتوحر عموما في موضوع باي كلسترينج لانها شايفو بيطلال لنا بعض المعلومات اللي صعب جدا نحن نطلالها من اي واحدة من الكلاسفارز الحقيقة بعض الحاجات لازم ناخد بالنا منها منها الجزء بتاع الفيتشر نورماليزيشن الحقيقة لو احنا ما عملاش فيتشر نورماليزيشن الحقيقة بيبقى دايما النتاج مهاش حلو قوي يعني لازم مع الفيتشر نورماليزيشن نتاج متاعاتها كلها او كل الفيتشر اللي داخلها لالكلاسفارز كلها مثلا من زيرو لوان او من ماينوسوى لوان او مايبقى كل الفيتشر دايما نفس السكيل علشان ما يبقاش فيه ويتنج لمجموعة فيتشير تبقى الويت بتاعها اعلى نتيجة للقيم بتاعتها اعلى ومجموعة تانية بتبقى اولمصل لكنها مش موجودة علشان القيم بتاعتها بطبيعتها صغيرة فانما نستعمل هذا عاداً في نستعمل التعليقات الأهمية ايضاً من الحاجات في غاية أهمية بالنسبة للـ Classification إحدى تدريد المناطية والتخرج الخاص، ضرورة حتمية مالهاش حالي، لازم تتعامل كدا متنفعش ان انا اعمل التعليقات بمجموعة حلات وأجي بعد كدا اختبر الـ System بتاعه بنفس الحلات ان كده بيجب بأفجأ بيس انا كدا بخليه ان هو يطلعي النتائج ونتائج دي هتبقى غالبا over estimated لما اجربه على نتائج تانية هيبقى basically يعني مش عارف اصلا يشتغل عليها او ممكن يبقى فيه loss of performance نتيجة انه هو بيبص على حياتهم الوشافة قبل كده طبعا الترينيج ديتا هو قريدي بيبقى اتعرف على شكل بتاعها عامل ازاي بالزبط يعني متعرف على شكل ديتا عامل ازاي فلما بنجيب له نفس الباترن هو هو تاني متوقع انه يستجيب بشكل يعني فيه accuracy عالية انما التستنج ديتا ممكن يبقى فيها variability عن الترينيج ديتا فهي دي اللي بيبقى لنا فعلا ازا كان الكلاسفاير بتاعي دوت يعني بيشتغل بشكل مظبوط ولا لا ونقدر نقيم المقارنة بين الكلاسفايرز المختلفة بشكل يعتبر objective ما هواش biased بالترينيج نفسه شكله عامل ازاي في بعض الكلاسفايرز دي نتائج هيلة جدا في الترينيج ممكن تصل مية في المية واجي بعد كاف التستنج ديتا بيبقى في بقى مشاكل بتاع الـ overfitting في مشاكل كتير حقيقة اللي يحب يخش في الموضوع pattern recognition هنلاقي فيه مشاكل كتيره في الموضوع دي يعني فباسيك نحن نتكلم على ان احنا لما بنيجي نعمل في التستنج ديتا بتبقى objective test للكلاسفاير نفسه ازا كان يتعلم من حاجه مظلوط ولا لا وفعلا من ضرورة ان هو التستنج ديتا دي تبقى independent تماما مالهاش اي علاقة خالص بترينيج ديتا دي ممكن نعملها بواحدة من طريقتين يا اما بنعمل half and half يعني بناخد data cases اللي انا عندي فرضا متين كيس هما دول اللي عندي باخد نصهم مثلا بعمل بهم training والنص التاني بعمل بهم testing او ممكن نعمل حاجه اسمها leave one out cross validation دي باسيك لو انا عندي small data set لو فرضا عندي مثلا تلاتين حالة اوكي لو انا السمتوم هبقى 15 و 15 15 و 15 دول لو بتكلم على two clusters حتى على two clusters تبقى ليلة جدا فانا بتهالي كده ان احنا يعني لازم نحن نستغل نحاول نستغل عدد الحالات اللي عندنا ده با اي با اخصى قدر ممكن فاللي بيحصل هنا ان انا بنعمل ايه مناخد حالة تبقى هيدي test case ونترين ببقية الحالة ببقية الكيس اللي موجودة عندنا في ال data set يبقى عندها 29 كيس اللي نعمل بيوم training لهم كلهم 30 وبعد كده نطلع نتائج اوكي بعد كده نخل نتائج دي على جنب كده ونجرب نفس عملية تاني بكيس تانية تبقى هيدي test case نعمل training بالباقيين وفي الاخر خالص نطلع نتائج برضو ونجرب الكلام ده كله على كل واحدة من التلاتين يعني ناخدها الواحدية تبقى test والباقيين نعمل بيوم training وفي الاخر خاص نعمل average كل الكلام ده وانس ان احنا عملناها كده بيبقى متأكدين دايما test case بتاعتنا independent عن ايه عن الجزء بتاع الترينيج فمعنى كده برضو نقدر نطلع بينها تاقي بتبقى برضو يعني acceptable من حيث ان هي ما بيبقاش فيه dependence between training والتستنج date فطبعا دي حاجة ممكن هي تستعمل برضو في الكيس اللي عندنا فيها عدد قليل من من ال data cases اللي ممكن نستعملها في الترينيج وفي التستنج طبعا زي ما كنت بقول في المحاضرات اللي فاتت الهدف من الكورس دوت ان احنا نعمل implementation لسمبل computer-aided diagnostics system احنا عملنا مرة اللي فاتت يعني جزء بتاع data selection او feature selection والمرة اللي قابلية عملنا جزء بتاع feature extraction المرة دي بقى مفروض ان احنا عايزين ناخد selected features للمرة اللي فاتت وانجرب عليهم two classification methods من الكلام اللي احنا كلمنا عليه النهاردة دوت عشان نطلع النتائج ونشوف النتائج بتاعتنا دي عاملة ازاي فباسيكلي ممكن نختار مثلا كي ان ان والمثلا ال linear discriminant analysis او ممكن نتكلم على مثلا ال minimum distance classifier اي واحدة من الحاجات البسيطة دي عشان نطلع بس مجموعة من النتائج عشان نحس ان احنا فعلا كملنا التشين كاملة بتاعت الايه computer-aided diagnostics وانس ان احنا خلصنا الجزء بتاع النهاردة ده يبقى احنا كده فعليا عندنا simple implementation ل computer-aided diagnostics system ممكن بعد كده نحسن فيه نزود فيه مجموعة features نحسن ال selection بطريقة او اخرى يعني نزود مجموعة ال features اللي هي بتبقى representative اكثر وفي الاخر نجرب برضو classification methods ممكن تبقى اعقد بس في الاخر هيبقى عندنا ال prototype اللي احنا عملناه دوت هيبقى حاجة نقدر نكمبير بيها ونقدر ان احنا نشوف فيها الكلام احنا متكلم عليه بقى في المشاكل اللي ممكن تطلع والحاجات اللي ممكن تبقى misclassified ونجرب برضو نحن نطلع ال performance measures اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده في المحاضرة التانية علشان نشوف برضو ايه الفرقات بين ال classification methods دول نشوف ان ينclassifier فيهم احسن والحقيقة كل الكلام ده بيدينا برضو practical experience مع ال computer-aided diagnosis وطي طبعا ممكن يفيدنا بعد كده احنا عايزين نبرسيو بقى ال area دي في ال research بتاعنا